تبدو لي للأسف مسيدا من الدم والقتل والدمار على الأقل في المرحلة الأولى الأشهر الثلاثة أو الستة الأول مع بداية عملية سياسية بدفع قوي من روسيا والولايات المتحدة على السواء مع ذهاب الأطراف الإقريمية التي صارع وليس كما قال أستاذ أحمد بدوي فقط إيران والسعودية ولكن أيضا تركيا وقطر وغيرها من الدول حتى تخلق بينها توازنا هو الذي سيحمي أو سيحمل سوريا شديدة انت لاحظ أن كان هناك إنجاز في فيينا هو وضع إيران للمرة الأولى عن نفس الطاولة مع العربية السعودية هذا الإنجاز يجب أن يستمر خلال 2016 حتى يمكن أن يتحقق السلام في سوريا ولكن ما بعد السلام أو ما بعد وقف أطلاق النار هو مهمة صعبة لكل السوريين ترجمة نانسي قنقر